اشتركوا في القناة لا يمكن ان يتأخر اكثر من ذلك وفي سياق متصل قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان عدم الامن والعمليات العسكرية الاسرائيلية في جنوب قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا رئيسيا امام العمليات الانسانية حذر المجلس النرويجي للاجئين من حدوث مجاعة وشكة وسط وجنوب قطاع غزة اوضح المجلس ان الاستجابة الانسانية جنوب وادي غزة وصلت الى حد التوقف تقريبا ذلك نتيجة تصاعد المخاوف الامنية ونقص الاندادات وتحديات التنسيق التي تواجه المنظمات الانسانية وشدد على انه مع استمرار تزايد الاحتياجات في القطاع تتضاءل قدرة العاملين في المجال الانساني على الاستجابة اعربت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني عن قلقها ازاء توقف ثمانية عشرة مركبة اسعاف في قطاع غزة عن العمل وذلك بسبب نفاد الوقود وهو ما يمثل ستة وثلاثين بالمئة من قدرة وسطول اسعاف الجمعية وقالت الجمعية الفلسطينية انها لم تستلم حصتها اليومية من البنزين عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين انروا منذ نحو ثمانية ايام وذلك بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي دخول الوقود الى القطاع كما حذرت من تراجع استجابتها في تقديم خدمة الاسعاف والطوارئ خلال الايام المقبلة وذلك جراء شح الوقود اعلنت كندا فرض عقوبة على سبعة افراد وخمسة كيانات لدورهم في تسهيل اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة واوضحت وزارة الخارجية الكندية ان عنف المستوطنين المتطرفين ادى الى خسائر في الارواح واضرار في الممتلكات الفلسطينية والاراضي الزراعية اعتبر الامين العام لحلف شمال الاطلسية النيتو يانس ستولتنبرغ ان القوات الروسية غير قادرة على تحقيق اختراقات كبيرة في ساحة المعركة في اوكرانيا وقال ستولتنبرغ ان روسيا ستواصل على الارجح الضغط على الخطوط الامامية وتنفيذ ضربات جوية كما اضف انه في الوقت ذاته الاوكرانيين اثبتوا قدرتهم على الصمود اتوجه الايرانيون الى صناديق الاختراع اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين اربعة مرشحين ويعد اكثر من واحد وستين مليونا من سكان ايران البالغ عددهم اكثر من خمسة وثمانين مليونا مؤهلون للادلاء باصوتهم وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع عام الفين وخمس وعشرين لكن تم تقديمها الى الثامن والعشرين من يونيو بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وذلك في حادث تحطما لمروحيته بشمال غرب البلاد في التاسع عشر من مايو الماضي مشاهدين الانتهى المجزل لمزيدا من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال الابل ستور او جوجل بلاي او الكيوار كود الظاهر من حضرتكم على الشاشة شكرا لكم على طويل المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة